الوحدة الاقتصادية كابتن وانا بديت باستاذ الاهلي السلام فأبي اتكلام عن هال الموضوع ده من ضمن الحقيقة اللي حضرت قلت دلوقتي اللي هي الارادات المبتقرة واستخدام اسم النادي الاهلي اسم النادي الاهلي اسمته جاري كبير كيفية استخدامه وكيفية ان احنا من خلال هذا الاسم يكون هناك انتشار ويكون هناك ارادات مبتكرة ويكون هناك طبعا قيمة يعني كمان للنادي فالنادي الاهلي كان فيه طبعا شركة استدادة طبعا احد الشركات اللاطنية الموجودة كان عندها رؤية معينة ان هي كيفية التعامل مع النادي الاهلي وكيفية يكون في علاقة مع النادي الاهلي بما يخدم مصلحة الطرفين يعني وتفكير ذاكي ترى التفكير ذاكي وكمان الحقيقة يعني تواكب مع رؤيتنا برضو في برنامج الانتخاب ان احنا عايزين كنين لنفروع في المحافظات عايزين يكون عندنا استاد بالنسبة لنا يعني فطعا استاد اهلي والسلام استاد مؤقت الوحدة الاقتصادية عبارة عن اربع حاجات كل احنا اشتغلنا عليها مع شركة استادات واحد تطوير قناة الاهلي بالشكل اللي حالك شايفه والناس الحمد لله بقى فيه شيء وانا بشكرهم جدا على هذا الامكانيات الكبيرة المتاحة انا باقول شيء بعد اضيف شيء كابتن حول القناة تحديدا اتفاض انا زرت قنوات كثيرة في مصر بحكم عمل طبعا اي بحكم عمل بس اللي شفته في القناة والامكانيات التقنية اللي موجودة في القناة والعمل اللي موجود والتنظيم والنظام اللي موجود في القناة وايضا علاقة الناس اللي موجودين يعني فيه علاقة بين الاثنين وترسيخ لمبادئ قيم النادي الاهلي موجود في القناة الله لك لمست حاجة مهمة جدا ان انا شايف ان اهم حاجة هي عائلة النادي الاهلي عائلة النادي الاهلي في النادي الاهلي كل الاهلي بقى تجمعوا اهل الشيخزاد واهل مدية نصر واهل الجزيرة اهل الجزيرة عائلة واحدة اي شيء ينتمر النادي الاهلي يجب يشتعل بنفس الحب ده بنفس الروح دي بنفس اللامة دي اعتقد ان القناة ماشيين بهذا الامر دلوقتي عشان كده منتظر من النوم ان شاء الله يكون هناك فيه رؤى افضل واقوى وتطوير اقوى ان شاء الله ففيه طفرة فيه طفرة وفيه طفرة على مستوى القناة ومستوى البرامج ومستوى العمل مستوى الشكل الشكل اللي موجود في القناة فاعتقد فيه كمان مضمون فيه سياسة عامة النادي الاهلي ما بيدخلش في القناة احنا كمجلس دارة ما بيدخلش في القناة احنا في مجلس دارة بس فيه علاقة التعقدين اللي بيننا وبين الشركة لايف برودكشن العلاقة دي اللي احنا بنحط سياسة عامة بتنادي النادي الاهلي النادي الاهلي اللي هه سياسة واضحة ما نخرجش بره النادي الاهلي ما يكون فيه انتقادات باسلوب النادي الاهلي فيه تجاوزات بتحسب بره مش في النادي الاهلي مش في قناة النادي الاهلي اشتغلوا ونشتغل بقيمة النادي الاهلي ونحافظ على هذه القيمة ندافع النادي الاهلي بكل الوسائل ما عدا الخروج عن النص ما عدا التجاوز في حق الاخرين لان النادي الاهلي بيقدم رسالة للبلد للشباب والناشئ اللي طالع لازم الناس يفهموا ولازم الناس كلها تبقى كده فيش داعي ابدا الناس تنتقدوا طب بمنطقه ببعي لكن مش بتجاوز يعني فده السياسة دي هي السياسة عامة لكن الادارة العمل البرامج المزيعين المزيعات كل ما ده الادارة اللي هي live production نعم 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 نعم